هذا وفجرت ميليشيا الحوثي منزلين لشقيقين قياديين في المقاومة الشعبية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وقالت مصادر قبلية إن الميليشيا فجرت اليوم منزل أحمد الشليف القيادي في المقاومة الشعبية ومنزل شقيقه مبارك الشليف الذي كان قد قتل في مواجهات مع الميليشيا في سبتمبر من العام الماضي تفجير ميليشيا الحوثي لمنازل المواطنين يصل محافظة مأرب أسلوب معهود من الميليشيا في التعامل مع من يرفضون لاعتداءاتها وحروبها التي تشنها في معظم المدن في البلاد التفجير طال منازل من أسرة الشليف في مدينة صرواح غربي المحافظة سبقها نهب لسيارات وأثاث هذه المنازل وعلى صعيد المعارك التي لم تتوقف في المحافظة فقد تواصلت المواجهات في مدينة صرواح غربي مأرب بين رجال القبائل والحوثيين المسنودين بقوات المخلوع صالح لكنها امتدت إلى جبهة الجدعان في مناطق حلحلان وجلح وأسفل صلب وصلنا على عدة مواقع للحوثيين والحمد لله والمعنويات مرتفعة ونحن نقول للحوثي الإنقلابي هو قوى الصالح عليهم أن يتراجعون من حيث أتو فنحن هنا صامدون وسنقاتل إلى آخر كترة من دمائنا مواجهات تقول القبائل إنها كبدت الحوثيين خسائر ما بين قتلى وجرحة فيما دخلت المنطقة العسكرية الثالثة التي يقودها اللواء عبدالرب الشداد في المعارك بعد قصفها بالكاتيوشا والمدفعية لمواقع الحوثيين ما أدى إلى إحراق دبابة لهم اشتركوا في القناة